بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و اهلا بيكو يلا بينا لمرجعة محضرة المحضرة رقم 10 طيب اهم حاجة معانا انه حسب سلاويداتكو انه both innate and adaptive system have memories المموري of innate immunity عبارة عن genes for the receptor for a receptor that can detect the signature of common invader يبقى detect ايه? common invader او signature او characteristics of common invader من امثلة الادوات اللي بتستخدمها ال innate tool like receptor من خصائص هذه ال receptor او من خصائص tool like receptor او خصائص ال innate memory انه هي not change during the lifetime of human وبتتغيرش موجودة على طول innate فطرية مخلوقة كده طب ايه هي مميزاتها حسب الكتاب بتاعكو انه هي immediate يعني بتستجيب بسرعة وانه هي protect us against the new invader لانه هي بتشتغل على common structure لهذا المايكروب يبقى الادفانتش حاجتين ال immediate response و protect against the new invader بالنسبة ال be so memory او المعلومة نعرف عنها انه هي lifelong community وان lifelong community دي لا تعتمد على ال antipodes لان ال antipodes نفسها شكل ال ig والكلام ده عمرها قصير اما المعتمدة على مين؟ معتمدة على cells على memory cells اتفقنا ال be cell لم يحصل لها activation ينتج منها 3 انواع في ال proliferation الشورت ليفت بلازمة cell و دي ما لاش نوع من memory خالص دي بتشتغل مع ال recent attacker مع البتونتك اكسام مضادة ضد الباثوجين اللي موجود دلوقتي اللي هو never encountered before واحد اول مرة ييجي النوعين التانيين معانا كان الميموري بي cells بوضولة نوعين مش نوع واحد انه عنهم اللونج ليفت بلازمة cell والسنترال بلازمة cell او اسمها central memory cell او نقول يعني central memory cell عشان ما يزهر عن ال T cell اهم حاجة معانا هنا ان ال generation وبوضي تايب سين ميموري cell بيحتاجه T cell help اما بقى اللونج ليفت بلازمة cell فدي موجودة اول حاجة نعرف عنها مكانها موجودة فين؟ في البول مارو وظيفة ايه تنتج اكسام مضادة على طول يبقى عبارة عن منيو فانكشن للانتبادز وبالتالي تدي لايف لونج ليفت بي عن اللايف لونج ليفت بلازمة بيسل هي مين؟ او عبد الرحمن جاوب لونج ليفت بلازمة بيسل طيب النوع التاني قلنا مين؟ central memory بيسل بيكون موجود فين؟ في secondary lymphoid organ وظيفتها ايه؟ not to produce antibodies خلي بالكم ما بتنتجش اكسام مضادة المال هي ايه؟ هي stem cell او تعتبر كأنها memory stem cell اللي هينتج منها بعد كده تعتبر البطرة الميبوري بيسل لونج ليفت بلازمة بيسل اللي تموت وكمان ممكن تنتج شورت ليفت بلازمة بيسل لما يكون في اتاك يبقى بتنتج لاتنين الشورت شورت ليفت بلازمة بيسل ولونج ليفت بلازمة بيسل لكن هل تنتج اكسام مضادة للمخصص الميموري بيسل لا لا تنتج اجسام مضاد. بالنسبة للتيسل ميموري. اول حاجة التيسل عمرها دي ممكن توصل دي كده عشر سنين. طيب لما بيحصل اكتيفاشن للتيسل بيحصل لها بروليفريشن. البروليفريشن بتدي انواع ايه? احنا قلنا هناك قلنا فيه شورت ليفد بالاسم السل وبعدين انا بتكلم عن البيسل شورت ليفد وبعدين ميموري والميموري نوعين اللونج ليفد والسنترل. طيب بالنسبة للتيسل ايه اللي بينتج لما يحصل لها بروليفريشن. قلنا في جزء منها افكتور تيسل وده الجزء الاكبر وده اللي بتسافر بترافل او بتسافر تنتقل في الدق في الجسم والتيشوز عشان تروح لمكان الاصابة وتهاجم المايكروب اللي داخل دي سمناها ايه? افكتور تيسل. وبعد ما يخلص العدوى ويتم تدمير المايكروب الافكتور تيسل يحصل لها ايه? تموت بالابكتوزيس ويتبقى منها شوية بنسميهم ايه بقى? الافكتور ميموري سل. الافكتور ميموري سل وظفيته ايه? السبسيكون تأتاك بتشتغل عليها بتكون فاستر وسترونجل يعني بتدي قوة او باورفول مور باورفول اقوى وفاستر اصرح في الاستجابة لمين? للسبسيكون تأتاك. اوف دا سيم ام فيدر لنفس البيتوجين. يبقى اوه نوعين. الافكتور زي الشورتاليف دي هناك في البيسل. اللي يهمل لاش علاقة بالميموري اللي بتشتغل على الكروب. والتانية اللي هي الافكتور ميموري اللي هتشتغل في مكان الاصابة. التالتة بقى عندنا هنا بقى في التيسل. السنترال ميموري تيسل. زي ما كان هناك في السنترال ميموري بيسل. مكانها بيكون فين سنترال ميموري تيسل? في الساكندر لينفويد أورجن عشان كسمانها central ما بتتحركش موجودة في مكانها منتظرة وظيفتها ايه لما تحصل اصابة تبقى أسرع ومور باورفول واقوى في الاستجابة ويحصل لها بوريلي فريشن وبعدين تنتج بعد كده الإفكتور سلم ايه خصائص الادابتف ميموري ان هي بتنتج خلايا اللي بتكون فاستر ومور باورفول في الريسبونس الريسبونس المين يعني العدوى اللي جاية المايكروب كان جاء قبل كده مش مايكروب جديد طيب قلنا يا جماعة السؤال ممكن يكون المقالي ليه الميموري سل بيتر وافضل في الاستجابة للسكند اتاك عن النايف بيو تي سل او الانيكس بيريانس بيو تي سل قلنا علشان بتكون وبتكون فاستر لان اعدادها بتكون كبيرة اصلا النايف بيسل بتكون واحدة او التي سل بتكون واحدة البيو تي بتكون واحدة في الاول لقبلة المايكروب او عدادها بسيط لكن لما حصل ميموري سل فبتكون عددها كتير يعني فيه كتير سبسيفك للخليق للمايكروب ده والحاجة التانية الميموري بيو تي سل اسهل ان يحصل لها اكتيفاشن لان هي اصلا جاهزة ناشطة محتاج حد يحصل لها ري اكتيفاشن بإذر تو اكتيفيت ومش محتاجة كوستيميوليشن عشان كده هي بتر دول تلات اسباب السؤال بعد كده طب ايه الميزة ان يكون عندنا السيستم ان كان عندنا قبل كده صعوبة في الاكتيفاشن للبيو تي سل لكن فيه سهولة في الاكتيفاشن او الري اكتيفاشن للميموري سل فقلنا كان فيه صعوبة في الاكتيفاشن وبيو تي سل للأساسية ليه؟ عشان نمنع الوتوميون ديزيز علشان ما يحصلش اكتيفاشن غير مع الريال ثريت مع التهديد الحقيقي لكن في الميموري سل معايزين الري اكتيفاشن علشان تكون الاستجابة كويك اسرع ومور باورفول اقوى مع السبسيكنت اتاك وبالنسبة للبيسل قلنا الموضوع ده اهم او مهم ليه في السويتش كلاس اللي كان بيحصل في الخلية الاساسية كان محتاج وقت فبالتالي هيضيع وقت على ما ينتج خلايا تنتج اجسام مضادة مناسبة للميكروب لكن الميموري السويتش كلاس هيكون برضو اسرع السوماتيك هايبر ميوتيشن اللي كان بيضبط الريسبتور زي الحساسات هيبقى هنا اسرع وبالتالي detect small amount من الفورين انتجين early وكمان السوماتيك هايبر ميوتيشن كمان في المرحلة التانية في الميموري سيل في الـ Upgraded antibodies bind more tightly يعني بيمسك اقوى مع الميكروب يبقى بيمسك اقوى وده الباورفول واسرع بيديكت السوماتيك هايبر ميوتيشن من الميكروب اسرع early طبعا سؤال المقرر ده مهم جدا كمقالة او كحتى مسكيوز السيميلاريت اسفينين اللي اتنين استمسل central memory cell اللي اتنين فيهم central memory زي ما قلنا المموري سيل more powerful وقلنا فاستر كمان المقارنة بقى والفروقات ان البيسل اصلا ما فيهاش التي سيل اصلا ما فيهاش هايبر ميوتيشن سوماتيك هايبر ميوتيشن البيسل اللي فيها ان البيسل لونج ليفت لازمة بيسل بتنتج اجسام وضده على طول فور لايف تايم بينما التي سيل لا بيحصل لها دورمانت بتبقى ساكنة او خاملة بعد ما يتم القضاء على الانفيدر المقارنة بين الانيت والادابتف وانا الانيت بتشتغل على broad classes مش حاجات specific الادابتف specific الانيت static انما الادابتف updatable يعني بتطور من نفسها الانيت في الكل الادابتف موجودة personal memory يعني حسب بالشخص يصيب بميكروب ده قبل كده ولا لا وهنا كتنقطة كده في الاخر انه مين الجزء المسؤول في المناعة عن انه بيكون شخص عنده مناعة افضل من الاخر الجزء الميموري في مواجهة الميكروبات الميموري او الميموري اميونيتي او الميموري هي الجزء المسؤول اللي بيفضل اللي بيخلي الريسبونس اسرع واقوى عند شخص عن التاني وبكده خلصنا المراجعة محاضرة سهلة على فكر المحاضرة ما تكتبش تلاتين سلايد المحاضرة دي يعني كلها على بعضها تتشرح في عشر ديائر مفهاش كلام اصلا لكن احنا حوينا نمر على كل كلمة مكتوبة لكنها مفهاش معلومات المحاضرة غير الكلمتين ان الميموري فاستر ان مور بارفول اجينست سبسيكنت انفكشن فور السام مايكروب سواء كانت بي او تي وشكرا بالتوفيق